بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين اللهم آمين تفسيرات مختلفة ومتنوعة لرؤية قراءة وسماع صورة الفجر في المنام في هذا الفيديو أحبائي في الله سوف نتعرف على دلالات وتفسيرات رؤية سماع أو قراءة صورة الفجر في المنام سواء كان منام الرجل أو السيدة المطلقة والبدء مع تفسير سماع أو رؤية صورة الفجر في المنام للرجل إذا رأى الرجل في منام صورة الفجر فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية تكون من التفسيرات المحمودة المباركة لأن صورة الفجر في منام الرجل دلالة على النجاح المالي بإذن الله ودلالة على الرزق الوفير الذي سوف يأتي إليه والله أعلى وأعلم وأيضا صورة الفجر في منام الرجل تكون دلالة وإشارة على الانتصار في الحياة والحصول على مكافآت بسبب عمل الجاد بإذن الله وأيضا صورة الفجر في المنام تكون دلالة وإشارة أن صاحب المنام عليه أن يتحلى بالتواضع والله أعلى وأعلم صورة الفجر في منام الرجل تكون أيضا دلالة وإشارة على حماية الله عز وجل لي الرأي وأيضا دلالة أن الرأي صاحب المنام عليه بالدعاء الدائم بإذن الله صورة الفجر في منام الرجل تكون ضرورة للابتعاد عن المعاصي واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما عن تفسيرات ودلالات رؤية صورة الفجر في منام السيدة المطلقة فهي كالآتي صورة الفجر في منام المطلقة تكون من الأشياء الجيدة المحمودة لأنها تكون دلالة على الفرج والسعادة بإذن الله وإذا رأت السيدة المطلقة نفسها في المنام تقوم بقراءة صورة الفجر فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى الجيدة التي تبشر السيدة صاحبة المنام بالمستقبل المشرق بإذن الله والتخلص من العواء أكواء الهموم وبدء حياة جديدة وأيضا دلالة وإشارة على فرص تحسن حياتها وتجعلها تتحول إلى الأفضل بإذن الله صورة الفجر في منام المطلقة تذكرها أيضا بضرورة الدعاء والتضرع لله عز وجل حتى يستجيب لها والله أعلى وأعلم هكذا أعزائي متابع القناة نكون قد صردنا عليكم أهم الدلالات وتفسيرات رؤية صورة الفجر في المنام سواء كان منام الرجل أو السيدة المطلقة